عايزة سألك سي بي سي الحقيقة عاملة شغل محترم جدا وتخطية محترمة جدا جدا والحقيقة ان انا في بعض الاحيان بشوفكم كلكم في ويندوهات في نفس اللحظة بتغطوا الفعاليات من اماكن مختلفة لانه خليني اقول انه في مدينة العالمين او في المهرجان في نسخته التانية هو وارد جدا وطبيعي جدا يبقى فيه اكتر من فعالية في نفس الوقت والحقيقة ان انتو شغالين ده بشكل احترافي جدا جدا على شاشة سي بي سي كلمني برضو عن الشغل في مدينة العالمين والمهرجان في نسخته التانية بتنظموه ازاي مع بعض بس يا لاما هو بحقيقة احنا في تغطياتنا في سي بي سي فعلا منتشرين بشكل كبير في كل مكان من اركان وارجاء مدينة العالمين كان في البداية لما جينا نحط الخطة بتاعتنا يعني ما كانتش كده ان احنا قلنا لازم تبقى بشكل منظم يعني بشكل منظم زي ما قلت يا لاما فيه تنوع كبير في المهرجان فن ثقاف رياضي قلنا كله حتينا يختص بحاجة معينة بحتة معينة يقدر يلعب فيها بحيث ان احنا مفيش اي حاجة ذرة في المهرجان تفوتنا فانا كنت مسلا مختص بيش يعني الثقافي والفعلات التقافية والحيء يعني دي مناسبة ان انا اقول ان وزارة الثقافة بتكلم عن اكتر من مية وخمسين فعالية يلا ما في كل مكان سوفلمش سياح المدينة التراثية المنطقة الترفيهية مش عايز اقولك يعني من اكتر الحاجة اللي عجبتني في التقطيع بتاعتي كنت قاعد مع عدد من مسؤولين فلاقيت حد بيقول لي محمد الناس بقيت عرفت ان في حاجة اسماها مدينة تراثية بابنية على مساحة 260 فدان فيها 70 منشاقة بتضم مسجد وكنيسة ودار اوبرا ومسرح من كتر ما انت بتتكلم عنها الحقيقة انا كنت موصود جدا اللي هو يعني الحمد لله ان في نتيجة يعني ان الناس بدأت تعرف في ايه مدينة العلمين لازم انت عارف يا لما مدينة العلمين فيها حاجات كثير جدا وفكرة ان احنا ننقل كل حاجة بالتفصيلة بتاعتها عشان الناس المصريين يعرفوا الناس العرب يعرفوا الناس اللي برا يعرفوا كل حاجة موجودة دي مهمة صحبة شوية فحقسمنا كل حاجة كل واحد بيختص بحاجة معينة في زملاء فني في رياضي بحيث ان فيش حاجة تفوتنا خالص كمان عايز اقولك ان كان في حملة كبيرة علينا جدا في تقطيع تلك السنة دي خاصة بعد النجاح الكبير اللي حقوا المهرجان السنة اللي فاتت ومش بس كده كمان يا لما زي ما انت عارفة ان مدينة العالمين اصبحت ايقونة عالمية حتى انظار الجميل العالم كله بتتكلم عنه بتتكلم عن فكرة الميديا العالمية بتتكلم عنها يعني انا مثلا كان فيه صحيفة اسمها The Green Profit دي صحيفة او مجلة امريكية مشهورة جدا متخصصة في الهندسة المعمرية والطاقة المتجددة بتتكلم عن فكرة ان ازاي مدينة العالمين قدرت تعمل مزيج ما بين انها تكون مدينة سيحية ومدينة سكنية في نفس الوقت وعملت حتى مقارنة جميلة ما بين مدينة العالمين وما بين دول ذات وجهة سيحية زي مثلا بتتكلم عن اسبانيا فرنسا ايطاليا ملطا بتقول ان مدينة العالمين قدرت تخرج من فكرة المدن التقليدية وان هي بقت مدينة زكية واحدة المدن الجيل الرابع فبنية تحتية متطورة وابراج وحاجات جميلة فكل ده عمل لنا ومثل لنا ضغط كبير ان احنا لازم نكتاد بشكل اوسع عشان نقدر ننقل الصورة الصحة شكرا